سؤال أيضا المكتسبات في الجانب الأمني وده مهم جدا المواطن المصري بعد صورة 30 يونيو صورة 30 يونيو أثرت بشكل كبير على الجانب الأمني قدت إلى مكتسبات مكافحة الإرهاب وده شيء مهم كلنا كنا متابعينه وعارفينه بعد تكثيف الجهود في مكافحة الإرهاب بعد صورة 30 يونيو اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الجماعات الإرهابية وضرب تنظيمات التطرف وقدى إلى تقليص النشاط الجماعات الإرهابية وتحسين الأمن في البلاد تأمين الحدود المصرية وده شيء مهم جدا منع تسلل العناصر الإرهابية وأيضا حماية المنشآت الحيوية والخاصة بمصر مثل المنشآت السياحية مصالح حكومية مرافق حيوية وأيضا توفير بيئة أمنة للمواطنين والمستثمرين ضبط الجريمة المنظمة لأن ده برضو كان شيء مهم قوي اتخاذ إجراءات قوية لمكافحة الجريمة المنظمة في مصر بما في ذلك مكافحة تجارة المخدرات الاتجار بالبشر الجرائم المالية وكل ما يضر المواطنين من التهديدات في الجريمة توفير الأمن العام شهدت مصر تحسينا عما في الأمن والاستقرار بعد ثورة 30 يونيو مما أدى إلى تحسين جودة الحياة